موسيقى يا هلاو يا مرحبا فيكم مشاهدين وينما كنتوا تشاهدون نطلع عليكم عبر شاشة اليو تي في وتحديدا برنامج صباحكم اليوم يوم الاثنين صراحة كانت البداية مبشرة بخير مع هطول الأمطار وان شاء الله يا ربي صيبا نافعا يا رب احنا دائما بوجود الأمطار نقول طلعوا ادعوا طبعا احنا نتمنى اكيد الخير والبركة يا ام العراق وكذلك الصحة والعافية ويا رب الشفاء لجميع المرضى في بداية هذا اليوم مع هذه الأمطار أمطار الخير يصعد صباحة ديمة أتمنى لك صباح حلو أكل للجميع إن شاء الله يصعد صباحكم مشاهدين حلقة جديدة من صباحكم بداية يوم جدا جدا موفقة مع بداية حلوة البداية مثل ما قالت ديمة بهطول الأمطار نتمنى تكون أمطار خير علينا جميعا وأكيد نتمنى لكم يوم حلو لا سنسون تبدون يومكم صح حتى تقدرون تكملون يومكم بشكل صحيح والبداية أكيد لازم تكون مع آخر وأهم الأخبار بيعتكم خبر مشاهدين البداية من وزارة الكهرباء التي أعلنت عن التوجه لتوقيع اتفاقيات وعقود طويلة الأمد وذلك لتأهيل وصيانة الوحدات مع الشركات المصنعة مباشرة وأشارت إلى أنها وقعت اتفاقية مع شركة سامز وستوقع أخرى مع شركة جيل أميركية خلال الأيام المقبلة الوزارة ذكرت أيضا أن العقود أصبحت جاهزة لصيانة الوحدات التوليدية مع كبريات الشركات لمدة خمس سنوات مؤكدة أن هناك توجها واضحا نحو الطاقات النظيفة وأن العراق بحاجة إلى تقليل كلف إنتاج الطاقة من خلال تقليل استخدام الوقود وفي الملف الصحي أعلنت وزارة الصحة إطلاق حملات عديدة وذلك لتحصين الأطفال من الأمراض فيما أشارت إلى أن الحملات ستغطي جميع المحافظات وأوضحت الوزارة أن برنامج التحصين هو من أولويات العمل الحكومي للوزارة مبينة أن الوزارة أطلقت عدة حملات من دار إلى دار لتأكيد تلقي اللقاحات للأطفال ليس فقط بما يخص شلل الأطفال وإنما الأمراض الأخرى سواء الحصفة وغيرها نعم طبعا أي أكم موضوع احنا ذكرناه في بداية الحديث هو الحطول الأمطار حطول الأمطار خير موجود صراحة وحتى صار كثير من الأمور من ضمنها أعلن مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة بوزارة الموارد المائية حسن الوضع المائي والبيئي طبعا كل هذه الأمور كانت في خطة عاجلة من أجل استغلال مياه الأمطار أكيد والأملاح الذائبة فيها بفضل الأمطار التي هطلت على البلاد من نهاية العام الماضي نعم ديما وقال مدير عام المركز إنه بعد الحالات المطرية التي هطلت على العراق نهاية العام الماضي عدت الوزارة خطة عاجلة من أجل استغلال مياه الأمطار لإرواء المساحات الزراعية والاستفادة من كميات المياه في الأنهار وكذلك الأعمدة الرئيسة من أجل الاستفادة منها في إعادة إغمار مناطق الأهوار في المحافظات في ذيقار وميسان وأيضا البصرة وإلى أزمة الدولار وجه البنك المركزي العراقي المصارف الحكومية الرافدين الرشيد المصرف العراقي لأتجارة بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين في مطارات البلد بغداد البصرة النجف أربيل السليمانية ووجه البنك أيضا بأن يكون استقبال الطلبات صباحا ومساء لشمول عدد أكبر من المسافرين لافتا إلا أن بيع الدولار النقدي يشمل المسافرين عبر المنافذ الحدودية البرية عن طريق منافذ البيع المخصصة في المصارف بعد تقديم المتطلبات الخاصة بالسفر مشاهدين هذا كان آخر خبر من عدتكم خبر خلونا نروح نشوف نشرة التقص التي هي واضحة ببغداد تقريبا لكن لازم نشوف حالة التقص بعموم المحافظات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مشاهدين مثل ما شاهدنا بالأمطار أكو بعض المحافظات مو فقط بغداد أكو كذلك فيها أمطار وبالتالي هاي الأمطار يمكن بعض الأحيان تسبب شوية بطء بحركة السير لذلك خلونا نروح نشاهد حركة المرور في شوارع وتقاطعات بغداد الرئيسية موسيقى 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 مشاهدين من حركة المرور إلى مزاج مختلف تماما وهو ممارسة الرياضة خلونا نتابع فقرة الرياضة مع كافدن عبد الله موسيقى صباح الخير مشاهدي قناة توتيب فقرة الرياضية صباحية جديدة اليوم تمارينة رح تكون تمارين لكروسفيت أدوات بسيطة نقدر نتمرنها بالمنزل أو بأي جيم آخر شغلات بسيطة رح نبلش بحماة بسيط دائما اللي حماة يكون من عشر دقائق إلى 15 دقيقة مستمرة رح ناخد سيكوات 1 2 10 4 5 6 7 8 9 10 رح ننزل أب ناخد 1 نسحب بلور كمالتنا 2 3 تجنب أي إصابات الإحماء قبل التمرين جدا مهم 4 5 رح نبلش أول التمرين اللي هو جي تي او رح ناخذ تكرار مالت 15 1 2 3 الوزن هنا نقدر نزيده ونقدر نقص من عنده على حسب الجهد العضلي اللي موجود عندك قدرة العضلية عفوا 4 ناسي 4 صدريل أمام دائما 5 مور 4 3 2 1 خلص تمرين الأول نجي نستخدم الكتربول نفس عميق أخذ ريس دائما 20 ثانية ما بين تمرين وآخر عام وشنوة أقدر أدي التمرين بشكل صحيح 4 5 صدريل أمام دائما شيخ زفير باستمرار مو شرطا يكون عندك كتربول دام بلس ممكن يفي بالغلب 5 5 5 حسنا خلصنا التمرين الثانية الرئيس جدا مهم شباب ناخد التمرين الثالث اللي هو سكوات نفس شهيق زفير ونزل 1 2 3 4 5 6 أي بول عادي ومو شرطا يكون هذه البول هي شيء أسافي وممكن ما أستخدم البول على حسب المستوى اللي أنت أبي 5 مور 1 2 3 4 5 شغلنا الجسم هنا بشكل كامل راح نختم التمرين أب بوش أب نقدر ناخذه بشكل كامل أو نقدر نسوي نيب وشاب أو نقدر ننزل رجل بشكل كامل هذا الأوشن الأخير يكون عندك أب 1 2 3 4 5 أكيد أنا من نقدر نشغل الجسم بشكل كامل لازم نختم التمرين للمعدة الأخير أب 1 2 3 4 5 6 7 نختم تمارين هاي اليوم تمارين بسيطة نقدر نحافظ على جسمنا بيه هاي نعيده من اربع جولات الى خمس جولات نقدر نزيد التكرار مالته نقدر نسوي تكرار اسرع بتايمير محدد نشكر مشاهدتكم اليوم النا ونتمنى انوا قدرتوا تستمتعون بهذا التامرين نرجع ياكم الستوديو مشاهدين احنا مكملين ياكم باقي فقراتنا اكيد رح تكون عندنا هناك فقرات مهمة وضيوف مهمين الطب الروحاني شنو هو هذا الموضوع كل هذا رح يكون بعد الفاصل الطب الروحاني ظاهرة تنتشر وتزدهر بين سوناوات واخرى تبع لظروف عديدة ومحددات عديدة تعيشها المجتمعات ومنها المجتمع العراقي الكثير من الناس يفضلون ما يعرف بالطب الروحاني وفي احيان كثيرة قد يتخطى الاقبال على الطب في مجالات عديدة وامراض متنوعة بالتالي صارت كثير من الاشياء اللي هي ممكن تكون دخيلة على الطب وللأسف اخذت الطب بعيدا وفضلت الناس انه هي تروح لهذه الاشياء اللي صارت مضافة على الطب بقويانة وحديث مهم مشاهدينا للحديث عن ظاهرة الاقبال على ما يعرف بالطب الروحاني سنتحدث بشكل مفصل مع ضيفنا الدكتور سعد سابط استاذ علم النفس السريري وعميد كلية الاداة في جامعة الامام الصادق طبعا صباح الخير أهلا وسهلا بك صباح الخير بداية هذا الموضوع يمكن كثير من الناس المصطلح أو المسمى بحد ذاته الطب الروحاني يحمل بطياته الكثير من المعاني خلينا نوضح للمشاهد شنو احنا نقصد بالطب الروحاني وهل هناك شي بما يقارب الرقية الشرعية لأنك دائما يمكن عادة يرتبط هذا الشي بالطب الروحاني تمام في البداية شكرا زيلا على هذه الاستضافة تحياتي لكم ولي جمهور قناتكم وإن شاء الله نكون خفيفي الظل خلال هذه الدقائق نعم معكم في الحقيقة موضوع الطب الروحاني هو ليس موضوعا جديدا إذا تكلمنا عن أنه متى ظهر الطب الروحاني كطب له مدارسه فهو ظهر في القرن الثامن عشر وابتدأ أولا ظهر في سويسرا من خلال العالم الألماني شتاينر هو عالم ألماني من أصل سويسرا وأول عيادة للطب الروحاني افتتحت في سويسرا عام 1912 ولكن ربما المشاهد الآن من يسمع كلمة الطب الروحاني وهذا اللقاء كأنما نحن في موقف سلبي من الطب الروحاني بمفهومه الصحيح والدقيق دعني نتعرف على مفهومة الصحيح نعم الحقيقة نحن نعيد مفهومين للطب نعم أو مجالين للطب في الطب النفسي والطب الروحاني هناك في المعالجات عادتين يتعاملون مع الأمراض في فهم أسباب المرض ومعالجتها نعم الطب الروحاني يحاول أن يركز على أسباب الصحة وتنميته بالوقت الذي يطيب يريد مثلا يتكلم عن ليش الإنسان قلق ليش الإنسان مكتئب ليش الإنسان يتعاطى المخدرات ليش الإنسان لديه مرض قلب ليش الإنسان كذا فنبحث عن معالجة أسباب المرض نعم فالطب الروحاني يصير البحث عن معالجة أو التعامل مع أسباب الصحة أسباب الصحة وهذه تجي من مجالات مختلفة مثلا موضوع يعني استثارة الطاقة الإيجابية لدى الإنسان استخدام وسائل مختلفة لإثارة هذا الجانب فضلا عن أنه موضوع الطب الروحاني هو موضوع جيد صحيح نحن تكلمنا في البداية أنه ظهر كعلم وكطب في سويسرا ولكن أيضا جذوره موجودة في الحضارة العربية والحضارة الإسلامية عندنا ابن سينة، ابن رشود، الرازي، الزهاوي، الزهراوي وكتبوا عننا الكثير من الكتب أبن رازي كتب، ابن جوزي كتب في مجال الطب الروحاني ولكن الطب الروحاني بمفهومه العلم الصحيح الطب يتطلب حال حال مثل ما أكو اختصاص قلب واختصاص جلدية واختصاص نسائية أكو اختصاص طب روحاني ولذلك بالحالة موجودة الآن في عشرات من الدول المتقدمة ويشترض في ممارسة هذا النوع من الطب أن يكون الشخص ابتداء حاصل على شهادة الطب الطب بأي تخصص؟ أول مرة يكون هو حاصل على شهادة الطب طب عام يعني يكون عنده بكالوريوس في الطب ثم يتخصص في هذا المجال كما يتخصص أكو طبيب آخر في القلب أكو طبيب آخر ولكن ما نراه هنا في مجتمعنا للأسف مختلف ما نراه في المجتمع بعيد كثيرا عن الطب الروحاني بمعناه العلمي الصحيح طبعا الطب الروحاني يستخدم ويستند الكثير على الكثير من قيم المجتمع يستند على الجوانب الدينية لأنه الإنسان عادة يرتاح ويطمئن في الجو الديني الجو الديني مريح لما تلاحظين الإنسان يمكن أن يدخل المسجد في مرقد في ضريع يسمع حديث نبوي يسمع قرآن بس هذه الأشياء حاليا ماذا تصير بالوقت الحالي مثل ما أنت ذكرت قبل قليل ذكرت أنه حاليا هي ماخذة جانب آخر مختلف تماما عن الممكن المتعارف عليه بس أنا أريد أعرف ليش توجه الناس تغير من الطبيب النفسي اللي هو كل الناس تعرفه وتثق به إلى الطب الروحاني شن الفرق وليش صار هذا التوجه بالحقيقة بها أكثر من عامل بها أكثر من تغير بالحقيقة أصلاً ما كان عندنا حتى للتوضيح وأنا كون السايكولوجيست أصلاً ما كان عندنا توجه إيجابة ابتداء على الطبيب تعرفين للأسف الكثير من الدراما وبالذات بعض الدرامات العربية دراما نصرية صورت الطبيب النفسي يعني شخص ممرتب شخص كأنما مجنون يتعامل مع مرضاه بشكل يعني مو إنساني أيضاً ربطه صار ربط مو صحيح بين المرض النفسي وبعض الأمراض العقلية صحيح فارتبطت أكو نوع عند المجتمع نوع من الوصمة وصمة اجتماعية تجاه العلاج النفسي تجاه الطب النفسي تجاه المرض النفسي الآن كثير من الناس ويمكن تسمعوه كثير ربما تداولتوها في برنامجكم هذا يوم ما مئات من الشباب من الشابات بل الآلاف يعني يصرفون أموال طائلة من أجل عمليات تجميل صحيح ولكن ولكن أي واحد من هؤلاء تسأله تقول له أنت ليش ما تروح الطبيب نفسي أو لمعالج نفسي حتى قدم لك نصيحة إذا كان هذه عملية تجميل راح تكون مناسبة إلك أو لا أو كذا أو يعني هاي المشاكل اللي نعاني منها باستمرار ما نروح ما نروح السبب الأول هو الوصمة المرتبطة بالمرض النفسي السبب الثاني الحقيقة هو سبب أنه إحنا ما أدنا كوادر اليوم تقول لي روح روح جيب مهندس يبني لك إذا هو ما يكون مهندس آني منه نجيب يعني إحنا قبل أنا يومين كنت حاضر اجتماعات لجنة لمراجعة استراتيجية الصحة النفسية استراتيجية الوطنية للصحة النفسية بالعراق عدد الأطباء النفسانيين في العراق كله بما فيها إقليم كردستان 171 طبيب نفسي لأربعين مليون شخص هو بالضبط هذا للتذكرة عدد الأطباء يعني إحنا كعدد مجتمع جدا قليل ماكو نسبة وتناسب نهائيا بالضبط بالمقابل طبعا فريق الصحة النفسية فريق اللي يقدم خدمات الصحة النفسية هو مو فقط طبيب نفسي يعني معياريا خدمات الصحة النفسية لازم يقدمها طبيب نفسي معالج نفسي يسموه سوشيال ووركر باحث اجتماعي وممرض نفسي هذا فريق اللي يستطيع في العالم كله ومرشد نفسي بالعالم كله هذا الفريق الذي يجب أن يقدم خدمات الصحة النفسية نعم إحنا عدنا 171 طبيب نفسي عدنا أقال نعم من عشر معالجين نفسيين أقال من أربعين إحنا وقليم كردس يعني في كل العراق في العراق بما في قليم كردستان بحدود يعني حتى لا هذا بحدود السبعين باحث نفسي وعدد مقارب من الباحثين الاجتماعيين ولكن الممرضين نفسيين شوية لعدد مالتهم أفضل فهنا قلة مقدمي الخدمات قلة مقدمي الخدمات يخلي الناس وين فضلا عن الجهل بهذا الموضوع نحن نرجع نتحدث عن هذا الموضوع أستاذ سعد أو دكتور سعد بس إحنا سألنا عدد من الأشخاص عن هذا الموضوع وممكن أين تذهب عندما تصاب بإضطراب نفسي إلى الطبيب النفسي أم المعالج الروحاني وهذه كانت إجاباتهم هذا حسب ثقافة الشخص نفسه أكون جماعي ملون للطب الروحاني وكجماعي ملون للطب التقليدي الطب الروحاني البايروس الوكولوجي موجود والطب التقليدي موجود حسب ثقافة الإنسان وتفكيره أو بيئته حسب درجة ثقافته شوف بكيفه بس الغالبية أعتقد التلتجير للطب التقليدي أغلبية الدكاتور اللي نروح لهم لازم من الروح لهم راح يطونها فد وصفة أو فد شي من هذا القبيل أنا ما أثق بالعلم الروحاني ما أعرف احتمال أهلي اللي يثقون بي أنا ما أثق بهذا الشي والله إحنا نروح للطب العلمي لأن بالقديم الزمان كان يروحون للطب الروحاني أجدادنا القدماء وكان يروحون للطب الأعشاب لكن هسا العلم تطور والعالم كله تطور وإحنا يعني بلدنا هم تطور عندنا هي علميا وعقليا حتى الله سبحانه وتعالى أنه أمر بيمن بالتطور العلمي مسألة أنه الرجوع إلى العالم الطب الروحاني حالة نفسية هذا لا أكثر ولا أقل لكن الطب الحالي هو العلاج الوحيد الحقيقي فأفضل أنه يكون الطب المحترف به لا أكيد الطب العلمي لأن الله قال لك بالقرآن واجعلنا لكل داعي ندواء فهي الطب الروحاني هذا شغلات ما أغلبيتها دجل ورياء الطب العلمي أفضل دكتور يعني إحنا مثل ما شاهدنا آراء الناس الأغلبية يقولون أنه رغم أنه أجدادنا وآبائنا كانوا يذهبون إلى الطب الروحي ولكن مع التطور أحنا الآن نتجه إلى الطب الحديث مثل ما هم تسموا خلي إحنا نتذكرت نقطتين بختام الحوار قبل ما ننتقل إلى هذا الاستطلاع أنت نقدر نقول وقفت على العلة يعني أنت ذكرتها تحديدا ومبسطا وقلت أنه إحنا إلى الآن ماكو هذه الثقافة وأكو التخوف وكذلك الكوادر جدا قليلة سبب اليوم أنه الكوادر قليلة رغم أنه رح يكون مثلا نقول أكو إقبال الناس قاعد نشوف أكو وعي أكثر أكو تفاهم أكثر بالآوينة الأخيرة ليش الكوادر ما قاعد تكون موجودة بالعدد المطلوب هذا سؤال جدا جدا مهم يعني الحقيقة يعني يحتاج للكثير من العمل هذه القضية ليست قضية متعلقة بوزارة الصحة أو وزارة التعليم هذا عمل دولة ما نعانيه الآن في المجتمع بكل أشكال المشكلات من تعاطي المخدرات من يعني انحرافات من حالة الانتحار التي نسمع عنها من المشاكل من قضايا الفساد كلها مرتبطة بأنه مؤشرات على أنه الإنسان جاي يعاني من أعراض اضطرابات ومشكلات نفسية غير محلولة غير محلولة موضوع بناء الكوادر نعم قضية لا بد من الإشارة إليه حم تعلق بالناس حتى أفوت على موضوع بناء الكوادر نعم العلاج النفسي مو مثل العلاج يعني الروحاني لا مو مثل العلاجات الأخرى مثلا الباطنية مثل مسالك بولية نسائية غيرها العلاج يعني تروح للطبيب الباطني يقول لك هذا ينطيق علاج وتروح العلاج النفسي العلاج النفسي مكلف مكلف من ناحية أنه أنت تحتاج مكلف زمنيا ومكلف ماليا لأن القضية لا تخلص بمراجعة واحدة للطبيب يعني امرأة محتاجة أن تشوف طبيبة نسائية ربما تحتاج مرة واحدة بالزايد تروح أنا محتاجة أشوف طبيب قلب محتاجة أشوف طبيب سكئ ربما مرة بالشهر أو يقول لك كل ثلاثة شهر أرجع لي مرة وربما ما أحتاج أشوف الطبيب إلا عشر دقائق بالزايد ويعتمد الطبيب على أخذ أشعة تحليلات غيرها كذا أشعة واضحة يعني في الطب النفسي والعلاج النفسي أنت يحتاج على الأقل معياريا أن تشوف الطبيب نصف ساعة على الأقل يعني من تشوف أقل من هذه مرحبا منك عفوا نولعوا نرحقات على كلامك أكو نقطة جدا مهمة يمكن الأغلبية تخوفون منها المراجعين اللي هو يتخوفون من أخذ بعض العلاجات اللي تسبب إلى إدمان معين أو إلى حتى في بعضهم أنه تكون لصرع أو أشياء معينة هذا التخوف موجود فالأغلبية يخاف أنه يرتاد صح 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 الحقيقة هذه معلومات خاضعة عامة ولكنها ليست صحيحة هذه التخوفات يجب أن تنسحب على كل الأمراض الأخرى وعلى كل الأدوية اللي نتناولها اللي نتناولها الأغراض مثلا المقويات أمراض الباطنية أمراض السكر أمراض المجاري البولية كلها تنسحب لأنها بالأصل كل الأدوية ولكن هناك جانب آخر نحن نعتقد أن العلاج النفسي أو العيادة النفسية أنا أتوقع فقط أخذ فيها أدوية بالحقيقة لا في العلاج النفسي أنا أخو علاج غير دوائي وهو هذا الأكثر أهمية والأكثر ليترك تأثيرات طويلة المدى عادة بالعلاج النفسي الأدوية هي مو علاج بقدر ما تهيئك للعلاج نجي إلى موضوعه فهنا لأنه مكلف من الناحية المالية أنت يراد تشوف الطبيب النفسي مثلا كل أسبوعين مرة أو كل شهر مرة وتشوف أكثر من نصف ساعة فخب طبيب وخصائي واستشاري أو لازم شوفها 40 دقيقة الإجور مال تراح تكون مختلفة عن إجور طبيب تشوفهم مدة 10 دقائق فمعناها أنت لازم تجي تشوف الطبيب كل أسبوعين أو كذا طيب حاليا بما أنه الناس بدأت تتوجه للطب الروحاني هل موضوع التوجه إلى الطب الروحاني هو ما مكلف؟ حتى هيش الناس بلشت أنه هي تقبل عليها بزيادة؟ ما مكلف هو ماديا أساسا؟ لا أجابش على هذا السؤال ولكن دعيني السؤال الأول ما كمننا إجابتها تسمحي موضوع الكوادر الكوادر يعني أيضا إقبال قليل من الأطباء للتخصص في مجال الطب النفسي يعني السنوات السادقة المجلس العراق استصاصات الطب النفسي كان يستقبل عدد أطباء للتخصص في هذا المجال أقل من بحدود 7 أو 8 أطباء كل سنة السنة سمعت أن الوضع أفضل أنه زايد عدد الأطباء المتقدمين ربما واصلين حسب ما سمعت بحدود العشرين طبيب بالمقابل بالمقابل الحمد لله والشكر وهذا اللي أول مرة تحدث في العراق افتتحنا في جامعة الإمام جعفر الصادق منذ العام الماضي قسم علم النفس السريري قسم علم النفس السريري هذا أول مرة يفتح في العراق لا موجود لا في الكليات الحكومية ولا في الأهلية ولا حتى في دول الجوار الإقليمي يعني كل دول جوابهم وحتى في الدول ما موجود دراسة باكالوريوس في علم النفس السريري احنا فتحنا هذا التخصص التخصص رح يركز على تخريج أخصائي نفسي يقوم بمهام معالج نفسي رح يتدرب تدريب نظري وتدريب عملي والتدريب العملي رح يكون في مستشفيات وزارة الصحة تحت إشراف الأطباء النفسانين فهذه جزء من إعداد الكوادر البشرية القادرة على تخديم الخدمات النفسية ولكن احنا بحاجة أن ننطور إلى دعوة إلى وزارة التعليم العالي أن هذا التخصص أهمية أكبر وفتحة في جامعات أخرى وأيضا فتحة على مستوى الماجستير والدكتوراه دراسات وإحصائيات وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تؤشر وجود حاجة لأكثر من ثمانية آلاف معالج نفسي للعراق خلال هذه الفترة وهذا الرقم قابل للزيادة بالوقت الذي أن العراق يملك تحت مسمى معالج نفسي يملك فقط عشر معالجين نفسيين ونحتاج ثمان آلاف معالج نفسي نحن بدأنا هذا المشروع طبعا هذا كان بدعم من وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة وأيضا ننتظر دعم الجهات المعنية الأمانة العامة لمجلسة وزارة وزارة المالية لوضع وصف وظيفة مناسب لخريجي هذا القسم بالعودة إلى سؤال ست بخصوص هل أنه ما مكلف؟ يعني يحتاج جلسة وحدة مرات والجنب الأخرى أنه كنا ما مكلف الناس عدتها ثقة بالجوانب الروحية أكثر أكثر التجر يعني أكو توجه اجتماعي خاطئ نحو إيجابي وإلا ترى أكو بعض ما يسمون تحت ما يسمون تحت هذا العنوان تحت عنوان المعالج الروحي أكون جدا مكلفين أكثر من الطبيب النفسي مكلف بالحقيقة حقيقة أكثر آلاف أصلا أكل بعضهم يعني بالدولار يأخذ نعم لأن صار ممكن الموضوع يتكرر لأكثر من مرة فأكيد رح يكون مكلف دكتور إحنا يعني جدا ممتنين لك دكتور سعد أستاذ علم النفس السرير وعلمية كلية الآداب شكرا جزيلا إلك شكرا لوجودك اليوم ويانا شكرا جزيلا إلك شكرا دكتور سعد صابط أكيد مثل ما ذكرت بحوارك كان كل نقاط جدا مهمة والأهمية أنه حاليا إحنا في وقت قاعد يدق نقوص الخطر ولازم كثير من الأشخاص يعرفون وقت الوقت الصحيح اللي هو يراجع طبيب نفسي وهذا الشي ما في أي عيب أو أي إشكال مثل ما نذكر خلال الحوار أنه بعض المسلسلات أو غيرها كان لها تأثير ولكن اليوم نقدر نقول أكثر انفتاح وصار أكو أكثر دراية ومعرفة مشاهدينا أحنا مكملين وياكم ولكن بعد هذا الفاصل أهلا وسهلا بكم مشاهدينا نحن مقبلين على فصل الربيع وأعياد النوروز وكثير من الناس تقصد أربيل خلال الفترة القادمة للسياحة والترفيه وأكيد تجربة أشياء مختلفة ومنها الأكل وتحديدا بأربيل وتحديدا أكثر بمناطق الشعبية صحيح والأكل اليوم؟ ديوم مقدر أسألش لي أنت مرايحة لا أنا مرايحة للأربيل ولكن نحن دائما نحن نحن تحطين مشروع روحها بإذن الله طبعا إحنا كده رح نتكلم عن المطاعم الموجودة بأربيل الشعبية اللي تكون مقصد للناس منذ ساعات صباح الأولى مشرق المنصور رح يكون ينضموا إيانا من قلعة أربيل ومطاعمها الشهيرة يسعد صباحك مشرق يا أهلا يا مرحبا صباح الخير يا أهلا شلونكم؟ الحمدين مشرق صراحة بالبداية أحنا نريد نعرف تاخذنا بجولة عن الريوق اللي موجود والفطور اللي موجود ونريد تحديدا شوي معلومات عن الأسعار وأقبال الناس على هذه المطاعم الشعبية نعم بداية نرحب بكم ومشاهدين الكرام ومشاهدي يوتيفي احنا حاليا في منطقة الإسكان في وسط أربيل هذه المنطقة مشهورة بالمطاعم مشهورة بوجبات الأفطار وباقي الأكلات والوجبات هذه المنطقة تقريبا 90% من المحلات هي مطاعم أغلبها تفتح 24 ساعة مثلا إحنا هنا هذا المطعم متخصص بوجبات الأفطار الأكلات الكردية عدتون طبعا على اللبن الكردي معروف هذا ومخلمة حسنا إذا نشوفوا هنا هاي الأكلات خلين أسماءها هاي مخلمة نفسها بالعربي تقريبا نوكاو يعني حمص لبلبي نيسك شربة عدس هاي الهلكة يعني بيض وماست لبن لبن أربيل مشهور والقيماغ اللي هو القيمر نفسه نفس اللفظ تقريبا هنانا يطبخون طبعا هو هاي الأكلات شعبية مش شخصا حاليا إحنا كنا نشاهد يمكن إجا السؤال ببالنا أنت شنو تريقت أنا شنو شنو تريقت ها والله إحنا بعد هو هنا نكمل تصوير ورح نتريق ها يعني بعد التصوير رح يسوينا مخلمة هو اي إذا تريدون هسا نشأل عن أكثر الوجبات اللي عليها إقبال هنا يومية يعني بالإسكان أو بأربيل تحديدا صباح الخير صباح القرعين صعوناك حبيبي حالة رأس حبيب قلبي شنو أكثر وجب الريود عليها والله أكثر شي مخلمة مخلمة؟ مخلمة هاي مخلمة السلام هاي مخلمة السلام هاي مخلمة ساورني وبعد شنو عدتكم مخلمة، قيمار، قشوة، جبن، لبن، شربة، لبلبي بس يعني أكثر شي روح مخلمة وعسل عدتكم؟ قيمار وعسلكو، قيمار ودبزكو كل شي يكون وكله طبعا ويالشاي اللي تسوهنا شاي 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 درجة ولا مال أربيل زين احتينا عند الإقبال الناس والأسعار مالتكم أسعار مناسب يعني هو مكان شعبية يعني أكثر شي يعني سياح يجونين كلها عرب يعني هو مخلمة أكل عربية يعني يجونين هاي مالتنا هاي المخلمة أكثر شي عرب هو يجونين يكون مخلمة هو أكل مخلمة أكل عربية وليبن أربيل على طلب والعسل ايه هو لبن عام نعم مشرق يعني صراحة هذه المشاهد يعني جداً مؤلمة ببداية الصباح وتحديداً للناس الشاي مو يعني تحديداً والله إذا تجون للأربيل نعزمكم الناس تحديداً للناس اللي بعدها ما متريقة بس يعني مشرق أكيد الناس اللي تتريق بالمطاعم الشعبية أو بالأماكن الشعبية يعني صراحة ضوغهم جداً يكون مختلف وأكيد لهم آراءهم يعني الخاصة بموضوع الريوق بالأماكن الشعبية بس أريد يعني تسألنا أحد على موضوع الأسعار شلون خاصة نحن اليوم بموضوع يعني ممكن نرتفاع سعر صرف وكذا فشنو موقف الريوق الشعبي تجاه سعر الصرف طبعاً غالباً الأسعار في المناطق الشعبية معتدلة يعني تلائم جميع الطبقات هي من اسمها شعبية يعني فهنا منطقة الإسكان أو منطقة القلعة الشعبية أو حتى في مناطق أخرى شعبية الأسعار معتدلة تكون يعني في متناول الجميع أغلب الناس هنا سواء كانوا بوسطاء أصحاب محلات يعني في متناول الجميع سألناه قبل شوية هو يقول الأسعار مناسبة وأكيد طبعاً هذا سعر الصرف اللي يتغير وكذا أكيد يأثر على الأسعار يأثر على الجميع يعني لكن ما أعتقد يكون الارتفاع كبير مثل باقي المواد هسا آين راح أسأله ونشوف كاكا بالنسبة له هالأيام ارتفع سعر الدولار ونخفضة قيمة الدينار هم أثر على الأسعار هنا والله خسارة كل على أبو المحل يعني ما أقدرون أغلل شيء يعني شون ما تقول الزايد الأسعار ما أقدر الزايد الأسعار يعني يعني يضايجون على سار ربع دينار الزايد منهم هو عشي بيض صار غالي حمص صار غالي البيض بيش أنتوا تشترون طبقة وها السبيش كان باربعة ونوز خمسة سار سبعة ونوزيش والبيض اللي تسوهنا نفس السعر مزايد لا أقدر الزايد لأنه هذا مشتري دائمي ويجونينه على مدادة لا أقدر الزايد مثل ما لاحظنا أنه أكيد أكيد أكو تأثير لانقفاض قيمة الدينار وعدم استقرار سعر الصرف على أرباحهم لكن يقول أنا ما أغير السعر لأنه الزبان متعودين على أسعار معينة وأكلات بسيطة نعم نعم مش رق طبعاً هنا إذا نلاحظ نعم 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 استمر أي كدرح تأخذ نعم الزبان إذا ندخل الزبائن هنا يكونون جوا والعصر أو بالليل ممكن يكونون بره يتمحونهم البلدية أنه يقعدون بره في النهار لا يكونون الزبائن جوا هاي هسا وجبة هاي مخلمة ولبن أربيل أتصور طبعاً لبن أربيل غني عن التعريف يعني فتشي طيب ومميز يسموه مدخن طعمه حامض ومدخن طيب مو مثل اللي ببغداد طبعاً هنا يعني الأجواء أنتم هسا متوصلكم ريحة الأكل كلش طيبة المخلمة والبيض والعسل واللبن نعم مشرقة صراحة صارت واضحة عندنا أنت ريوقك رح يكون مخلمة يعني مبين صارت واضحة الفكرة مشرقة يعني بالعافية مقدماً يعني صراحة الأجواء جداً لبداية الصباح مشرقة شكراً جزيلاً إلك مرسلنا في أربيل شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم أهلاً وسهلاً بك شكراً جزيلاً إلك وشكراً لإنضمامك معنا شكراً مشرقة أكيد ومشاهدينا طبعاً واجبة الفطول جداً مهمة واحد يبتدي بيومه صح لازم يكون يفطر صح على مد كل يومه يكون كل يومه يكون صحيح ومن الفطول رح ننتقل إلى فقرة أخرى ألا وهي فقرة مواقع التواصل الاجتماعي وآخر الأخبار والترند اللي موجود مشاهدينا لم يتبقى إلا يوم واحد على نهاية شهر كانونا الثاني ودخولنا بشهر شباط نتمنى الشهر مدى يخلص هو أنا رأيت تقول لك تطول واحد وثلاثين يوم لكن مع هذا لا تزال الثلوج تتساقط على مناطق شمال البلاد خاصة في منطقة حاجي عمران في محافظة أربير والتي تحولت إلى قطعة بيضاء نعم وفي صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت منطقة حاجي عمران وتكسوها الثلوج بمستويات مرتفعة حيث غطت الثلوج أسطح المنازل والسيارات وحتى الشوارع وربما رح تكون هي قبلة لسياح خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اختيارها ضمن قائمة أكثر المؤثرات في العالم ضمن مجلة فوربس العالمية تصدرت هاشتاك يحمل اسم فوربس تختار نجوة كرم الترند عبر تويتر في كثير من الدول العربية احتفالا بنجمتهم شمس الأغنية العربية نجوة كرم بأكثر من عشر الدول العربية من بينها العراق لبنان مصر وحتى اليمن والسعودية تصدر اسم نجوة كرم الترند منذ الإعلان عن تواجدها ضمن قائمة فوربس العالمية وهذه ليست المرة الأولى التي تصنف فيها نجوة كرم ضمن الأكثر تأثيرا بالعالم حيث سبق أن دخلت القائمة في عامي الفين وسبعة عشر وثمانية عشر وفي موضوع آخر انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لحدث وصول جورجينا وزوجها لعبنادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو إلى أحد مطاعم الرياض حيث احتفلت بعيد ميلادها التاسع والعشرين وأظهر الفيديو جورجينا وهي تدخل المطاعم مع أطفالها للاحتفال بيومها الخاص كما أظهر مقطع الفيديو لحظة دخول رونالدو المطعم اللي قام بتصوير المكان المزين بالديكورات الذهبية خلونا نشوف الفيديو أخيرا يواجه الربر الأمريكي الشهير كاني ويست تهمة الاعتداء بعد أن قام بتحطيم هاتف امرأة كانت تقود سيارتها وتصوره في الشارع وظهر في الفيديو وهو يسحب الهاتف من المرأة ويضربه بقوة في الشارع واتهم المرأة بأنها كانت تراقبه وتصوره خلونا نشوف الفيديو تراقبه 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 إلى طريقة لتلافي الوضع بشكل طبعا مختلف عن الآخر بنهاية ومشاهدين احنا وصلنا وياكم إلى ختام تواصل أو أبرز الأشياء التي صارت عن مواقع التواصل الاجتماعي شنو عدنا عدنا كثير من الأمور المهمة نشوف احنا كثير في السنوات القليلة الماضية لدينا الكثير من الفنانين والمطربين والموسيقيين وصلوا إلى النجومية العربية والعالمية منهم الموسيقار أسامة البياتي المخترب في الخارج وعمل البياتي مع نخبة من نجوم الفن العرب دائرة الفنون الموسيقية احتفت بأسامة البياتي بعد عودته للعراق وأقامت كرنفال تكريما له عدسة يو تي بي كانت حاضرة لهذا الكرنفال وزميلنا علي مروان أكيد ما راح يفوت مثل هيتي مهرجانات فنية خلونا نروح نشوف علي مروان شنو محضرنا قررنا أن نعلن حالة من الوفاء تجاه المبدعين المغتربين والمبدعين المنسيين والمبدعين الأحياء كثيرا ما يتم الحديث عن تأبينية عن استذكار مطرب توفية نريد أن نفرحهم وهم أحياء فلذلك قررنا أن نعمل بوتيرة متصاعدة هناك من يتحدث أن الموسيقيين والمطربين في الخارج يتعالون على الإبداع العراقي أو هنا بالداخل منسيين أو بعض الملاحينين والموسيقين يفكرون بمنجزهم الفردي وهذه للأسف نسبيا موجودة لكننا نريد أن نثبت أن هذا التضامن وهذا التكاتف بين المبدعين العراقيين وأن تشاهدت في هذه الأمسية كيف أتوا أصدقاء المبدع عسامة البياتي ليقدموا إنموذجا للوفاء ويقدموا أعمال موسيقية أبهرت الوفد العربي الذي قدم إلى العراق للمشاركة مع وزارة التعليم العالي وجامعة المستنصرية والله أولادة من جديد احتفال كبير نشكر به دكتور عماد جاسم وكيل وزير الثقافة ومدير عام دائرة فنو الموسيقية على هذا الاستقبال الرائع على هذه الحفاوة على هذا الأمسي اللي احتفلوا بعودة العراق هذا شيء كبير يعني صراحة ما أعرف شو أقول مشاعر كبيرة هذا المسرح عزفت عليه قبل 27 سنة وراجع عزف على هذا المسرح يعني ما أعرف شو أقول والله الجمهور الراقي الأساتذة اللي كانوا أساتذتنا في المعهد عمداء المعهد السابقين والله نورونا وما أقول أقول هذا العراق احنا دائما نطير كطيور مهاجرة لكن بالنهاية هذا الطير يرجع إلى عشة ماك أحلم العراق الله يحفظكم ويحفظنا ويحفظ العراق يا رب هاي كمجموعة لما نتلتقي هالأثمر تمريني السنوات السابقة اللي لما كنا مع بعض فالنتيجة كانت هي هاي اللي أشوف همام الناس أن هناك أكو روح واحدة بالعزف هناك روح واحدة بالأداء وهذه هوا الدرس كان أيضا حتى لطلبة الموسيقى اللي حاضرين أن الموسيقى هي لها يعني مو فقط تدريب رياضي هو تدريب روحي تدريب أخلاقي تدريب فكري هذا كله يعكس يعني يعكس الموسيقى للناس بشكل إيجابي موسيقى طبعا نحن أكيد نشكر هذه الجهود اللي موجودة اليوم ونشوف أنه يعني الكفاءات اللي موجودة بالخارج من تجلي العراقي تنتكريمها وتم إحياء هذا الفن نحن جدا سعيدين فعلا ديما وأكيد أسامة البياتي اسم مهم بعالم الموسيقى وعلى آلة الكمان أيضا أكيد نحن سعيدين بعودته وهذا يمكن أقل شيء نقدر نقدم لكفاءاتنا العراقية بالفن وتحديدا بالموسيقى والأمسية حملت اسم جدا حلو وملفت حنين الوتر وأكيد الشكر موصول لكل اللي كانوا موجودين وعلى رأسهم أكيد قائد هذه الأمسية الموسيقى مصطفى زاير وأكيد الشكر أيضا لزميلنا علي مروان مشاهدين باقين وكملين وياكم راح نروح إلى فاصل ونرجع لكم موسيقى مشاهدين دائما ما نمر احنا بفترات وحالات يمكن نشعر بها بندم على عدم اتخاذنا خطوات أو قرارات في السابق نفكر لو اتخذنا قرارات غيرها وقد نقع في دوامة من العيش بالماضي وندم اللحظات السابقة الأمر اللي يؤثر على حاضرنا وتخطيطنا للمستقبل موسيقى للحديث عن هذا الموضوع وأيضا للتعرف على كيفية تطوير الذات في اتخاذ أهداف ورسم سياسات ناجحة للمستقبل وكذلك المؤثرات التي تغير من طريقة تفكير تنظم ويانا الدكتورة شدا علي أهلا وسهلا دكتورة وسهلا وسهلا بكم مساء الخير يعني هوايا نسمع ناس أنه يقولون دائما أنه لو أنا ما اتخذت القرار الفلاني لو أنا ما سويت القرار الفلاني قبل قليل ديما ذكرت أيضا أنه نحن نعيش بدوامة الماضي قبل ندخل بموضوع نحن نحسن من وضعنا لازم نتحدث على هذه النقطة فكرة العيش بدوامة الماضي طبعا الندم بصورة عامة هو شعور سيء أو شعور سلبي جزء من حياتنا يعني هنا لا نعيش بكل وقت ما أقول أفد وقت معين ممكن نعيش خلال تجربة ممكن نعيش بفترة معينة بحياتنا هو شعور موجود لكن الغلط أو نظل بدوامة أنه نحن سوينا فعل وما نقدر نتراجع به ولا نقدر نغير من عنده ولا نقدر نتقدم خطوة بسبب تأنيب الضمير اللي نعيش بسبب هذا الشعور اللي صادفنا بسبب تجربة سيئة ممكن موقف ممكن فترة زمنية اتخذنا بها قرار خارج عن إرادتنا بسبب ظروف معينة يعني نحكم بهذه الظروف بس هذا الشعور اللي احنا رح نعيشه هو شعور سلبي لازم نتقبله بس إلى مدة أنه ينتهي يعني ما يرافقنا طول حياة يعني يعني أنا اليوم سويت فتفعل بعمر معين ما تشنت بيواعية ولا مدركة للنتائج الكارثية اللي رح تترتب عليها مستقبلا فأني هنا لازم أخذ خطوة بالتغيير يعني يعني أنا أول شيء أول شيء أسامح نفسي على هذا الخطأ اللي اقترفتها بحق نفسي أو اقترفتها بحق شخص ثاني يعني أنا ما تشنت واعية لمدى خطورة هذا الشيء اللي سويته فأني هنا لازم شنو هي مشاعر سلبية أنا عشتها وممكن أكون بها أذية نفسي وأذية الآخرين لكن رح نوقف إحنا هنا لا هنا رح نبدي آلية جديدة يعني بيننا وبين نفسنا حتى نقدر نطبع من هذا الشعور السلبي أو من هذه الدائرة نعم أول شي نتقبل الفعل اللي سوينا أو المشكلة اللي سويناها اللي سببنا بيها لأن الأذية أشخاص دائر ما يدورنا شغلة ثانية لازم نواجه الفعل اللي سوينا ما نهرب منه لأن أي مشاعر يعني علميا نفسيا أنت من تريد أنت تهربين من عندها رح تنعاد عليك يعني بضرر أكثر هو التقبل أساسا قرار يعني هو واحد يقول أنه أنا يريد أتقبل الشيء الفلاني هو أوكي يريد ممكن يقرر بس وما يقدر هاي الفكرة احنا نتتبع إرادة الشخص يعني أكو أشخاص أدهم إرادة قوية قادرين أنه يعتبرون الندم هو نوع من الحافز الإيجابي لتغيير الذات دكتورة عفوا دكتورة رشادة أكون نقطة جدا وهم حالي أنت ذكرتيها ممكن من ضمنها إحنا خلينا نكون شوي على شون خف على نفسنا يعني بعض الحالات مرات الإنسان لازم بينه وبين نفسه ينتقد نفسه أو يقول مثلا مو أحد ما يتندم ولكن يعرف ويقعد يحاسب نفسه ويقول أنه أنا خطأت بهذا الموضوع على موت هو بينه وبين نفسه وما يرجع يعيد هذا الخطأ وما يكرره هاي يمكن أحد الخطوات اللي بيكون تكون بداية نقدر من خلالها أنه نتقبل نفسنا نعم هو استوني أنه أنت ما تتهربين من الفعل اللي سويته تواجهين تواجهين الندم بصورة صحيحة مو تنهزمي مثلا هنسا أكو شخاص هوا يسووا أفعال ندموا عليها بس ما واجهوا الواقع مالتهم ليش لأن يتصورون أنه حجم الكارثة والفعل اللي يسووا الناس ردود أفعالها عليهم رح تكون سلبية هاي نقطة ثانية دكتورة هو الندم جزء من الشجاعة يعني مواجهة الندم هو جزء من شجاعة الشخص حتى تقدرين تكوني شجاعة أكثر يعني لازم تواجهين كل الأفعال السويتين دكتورة يمكن عفوا من ضمن النقاط اللي انتهى السقلتيها وما نقدر نحن نتخطاها المجتمع والناس وصلوا لمرحلة ما يشوفون نفسيتهم وصحتهم الأولى والأهم قاموا يخافون من نظرة الشخص وبالتالي يأثر على نفسهم ويكبتون مشاعرهم وكلها رح تولد إلى أمور ثانية كبت المشاعر طبعا بالمناسبة الكبت هو نوع من آليات الدفاع النفسي يعني آليات النفسية اللي يتخذها الشخص في حال ما يقدر يواجه فتشي أو يعبر عنه لا سلوكيا ولا لفظيا فيلجأ وين يلجأ للكتمان لكن هذه الكتمان بالمستقبل إلى أضرار جانبية كل شكة من ضمنها الأمراض النفسية من ضمنها الأمراض العضوية لأن انت تعرفين أنه كل الأمراض تقريبا نسبة 80% اللي نصاب بها هي أمراض نفسية تسمى سايكوسوماتيك أمراض جسمه نفسية يعني الإنسان بسبب الألم والحزن ممكن يتعرض الجلطة دماغية ممكن يتعرض إلى سكتة قلبية ممكن يتعرض إلى السكري حتى الأمراض يعني أمراض الكانسر أو أمراض العضال هي أغلبها أمراض نفسية ما لها دخل هذا الشيء أثبتت الدراسات أثبتت الدراسات صحيح بس قلت لك أكثر الأشخاص اللي يصابون بسكتة قلبية بجلطة دماغية هم بسبب الحزن الشديد فعلا دكتورة تعقيبا على كلام مثل ما ذكرت حتى الأشخاص اللي مصابين بالسرطان من ضمن الخطة العلاجية يهتمون إلى الصحة النفسية وكيف بالضبط كل شيء مهم يعني هو قبل وبعد يعني مهم صح وهنانا مو بس دور الجانب النفسي دور المجتمع أساسا أنه شلون يساعد المريض أنه يشافر لأنه تنمر وعدم إعطاء قيمة لمرض هذا الشخص وأنه هو شلون دا يعاني وعدم مساعدته أنه يتخطى هاي المرحلة راح تسبب له أزمة نفسية بتالي ما يقدر يواجه المرض يعني عدل عدل المرض يعني الله يكفينا الشر أكو هاي ظروف بالحياة هي ممكن أيضا صراحة صراحة أحيانا تكون هي أشد من المرض ممكن هي تكون أكثر صعوبة وممكن أنه خروج عن علاقة عاطفية ممكن لا سامح الله لا سامح الله وفاة أب أو وفاة أم لا سامح الله كل هذه الأشياء هي كفيلة أنه أنه تخلي الشخص يعيد قراراته بهواء أشياءه بس هو ما يقدر يعيد قراراته أنا أحد شي على هذا القرار الداخلي والإرادة اللي أنت تحدثت بها قبل قليل وقلتك أنه شخص الفلاني ما عنده إرادة هي شنو الإرادة أساسا وشتون واحد يقدر أنه يحكم مشاعره تجاه هذا الموضوع شوفي فكرة الندم هذا اللي محتاجي نعم فكرة الندم مجرد أنت سويتي فعل وحسيتي النتائج ماتة سلبية رح تعيديني النظر بكل الأمور اللي تمر عليك بالحياة فهذا الوحد دافع ووازع أنه يخليك تختارين اختيارات صحيحة مستقبلا أما بخصوص الإرادة الإرادة موجودة بداخل كل إنسان بس أكو شخص شجاع يقدر يواجه ذاته يعني بينه وبين نفسه هو يكلم نفسه ويقول أنا رح أخطي هاي الخطوة ورح أتخذ هذا القرار لأن لاحظت أن الخيار السابق اللي أخذت بنفس الموضوع ما قدمني النتائج المرضية اللي أريدها إذن أنا مخطئ إذن أنا لازم أعيد نظر بقراراتي المستقبلية حتى أقدر أختار اختيار صحيحة لذلك يعتبر الندم هو أكثر يعني مؤالية أو نقدر نقول أكثر شيء يدفع الإنسان نحو التقدم يعني نقدر نستثمره ليش لأنه جزء من حياتنا صحيح أن القرارات ممكن تأثر على الأحكام المعرفية عند الأشخاص شلون يعني مثلا القضاة اللي بالمحاكم أحيانا يتريثون ببعض القرارات لما تكون عندهم استراحة ما بعد الغداء يعني من يكون أنت حكمين على شخص وأنت تعبانه أو جوعانه أو أي فعل تقدر يسوي مثلا المدرس اللي يصحح دفاتر الطلاب لما يكون مرتاح مثل ما يكون هو ضايج أو جوعان أو تعبان يحتر فإطلاق الأحكام المعرفية تأثر يعني عفو الندم يأثر على الأحكام المعرفية الممكن نطلقها على الأشخاص على الأشياء على المحص النفسية نعم دكتور رشدة يعني كانت نقاط جدا مهمة وأهمها يمكن التأني يعني اليوم الواحد من يتأنى باتخاذ قرارات عدم التسرع يمكن مع التجارب يقدر يوصل لهذه المرحلة أنه أنا أتأنى باتخاذ القرار طيب دكتور رح عادة نتحدث عن موضوع اليوم خلاص تم أكو بعض الندم أكو بعض الأمور صارت كثير من الأمور تجاوزناها ولكن أكل بعض عدم تقبل الواقع الحالي اللي هم به على سبيل المثال صار أكو شي غير عن اللي هم مخططينه مثلا اللي يدرسون بالثانوية العامل معدل ما طلع مثل اللي هم يردونه فبالتالي يدخلون بدوامة كآبة وغيرها بحيث حتى ما يقدرون يتقدمون اليوم مش ممكن أنه أنا أوسع مداركي أكثر بحيث أنه أنا أخلي أكثر من خطة أخلي أكثر من أمور بحيث ما أصيب بهذه خيبة الأمل اللي نقدر نقول تخلينا حد معين أول شي نقدر نقول عليه ذكرناه قبل شوي اللي هو أنتي تواجهين وبعد نفس لفلان مكان شلون شوان يخلص يومنا شوان نصرف أنتي بدون وعي يعني تسويين أشياء ترفعك وتقدمك يعني وتختارين اختيارات هي مو عشوائي بالحكس متأنية بس هذا كل حتى أنت تهربين من شي بس أنت تتحققين شي ثاني بمجال آخر بدون ما تشعرين شلون يعني أنا اليوم أكو طفل أكو أعفو ولد قال الآن لو داخل فرع أدبي بدال العلمي مثلا لأمي مستقبل زيان هو يقدر يعيد الزمن مستحيل ما تحتجي هاي فرصة إذا نول شي تقبل يتقبل واقعا عبر هاي المرحلة ودخل الكلية الفلانية لكن بالوقت نفسه لو ترجعين لهذا الشخص إذا استثمر وقته بشكل صحيح واستفاد من خطأ رح تلقي رح يتفوق على أبو العلمي ممكن يفتح مشروع خاص ممكن يتفوق باختصاص صحيح ممكن يكمل دكتوراه يعني هو صح أدبي وذلك رح أنه صار هذه القرارات التي تكون قررت أتعافى وقررت أكون بأحسن حال هذا صراحة نتمنى للكل طبعا وهذا صراحة أيضا دور كل الأشخاص المختصين بالأشياء النفسية دائما نتساهمون يمكن لأن هناك أشخاص يمرون بأزمات بدون ما يذكروها أو بدون ما يعبرون عنها خوفا من أن الناس تتنمر عليهم أو يحسون بنوع من الضعف إذن هنا لازم نوعيهم أنه ليس بالواحد يعترف بأخطائه ليس بالإنسان يواجه خطائه ليس أنه فشلته لأن أساس النجاح هو المحاولة أكثر من مرة لاستحيل واحد من أول مرة ينجح لكنها ضربة حظ الصير أكيد بس شايف اللي دائما يعيد نفس الكرة مجد تهيش يخلى أعيدها بغير طريقة رح تلقي نجاح ورح تلقي من يمشي خطوة يعني مستقبلا ما يتراجع بها ليش لأنه عبر الأصعب من عدها عبر الشي القوي فصار كل شي قدامه سلس وسهل ليش تحلى بالشجاعة وواجه الواقع نتمنى لك يوم حلو وحياة صراحة حلوة تتمنى لك وللآخرين اللي يستشيرون طبعا لخصائية النفسية دكتور شذا علي شكرا جزيلا شكرا 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 طبعا مشاهدينا وفي مجال تطوير الذات ودعم المواهب الشبابية والطاقات ضروري جدا ومنها يمكن أنه نصنع جيل منتج وليس استهلاكي فقط في محافظة بابل توجد شعبة خاصة بالأشغال اليدوية تابعة إلى مديرية تربية بابل حتى نتعرف عن نشاطات هاي الشعبة نشوف الجولة السريعة لمراسلنا حيدر الشربي صباح الخير عليكم زملائي في برنامج صباحكم صباح الخير على كل من يشاهد قناة يو تي في اليوم احنا في مركز الأشغال اليدوية التابع إلى مديرية تربية محافظة بابل هذا المركز اتأسس عام 1973 اليوم رح ناخد جولة داخل هذا المركز ونشوف القاعات اللي بيها كافة الفنون التطبيقية واهداف هذا المركز وشنو أهمية هذا المركز وشنو ليقدم هذا المركز للعملية التربوية في محافظة بابل وبالتحديد للواقع الفني في محافظة بابل خليكم ويانا وهاي الجولة الصباحية داخل مركز الأشغال اليدوية وضيفتها الأساسية هي تدريب المعلمين والمدرسين اختصاص التربية الفنية حصفاً من خلال خطة وزارية سنوية بواقع أربع دورات سنوية احنا هدفنا الأساسي هو توصيل المعلومة للطالب بالنسبة للأعمال اللي يقومون بها المنتسبين هذه نقيم بها معرض سنوي ممكن نبيع بالعمال الفني من خلال المعرض مركز الأشغال اليدوية بسبع فنون تطبيقية يعني سبع ورش يدربون بها على هاي الفنون التطبيقية أول ورشة راح ندخل لها هي ورشة المعادن هاي الورشة اللي بيها موظفين يعملون بفنون تطبيقية تنفذ على المعادن على كثير ترجمة نانسي قنقر 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 هو أحيانا نقل عن لوحات عالمية أوروبية أو عراقية أحيانا هذا الفن ياباني، آسيوي، صحوله فن طي الورق، فن الأوريغامي نحن عدنا عالية العمل هذا الورق الاستنساخي العادي، الأي فور، أقطعه إلى أجزاء متساوية أغلب الوقت لحيروح بعملية قصة الورق وتطبيقه وطاوية يعني ساني عد هذا طاوس أكثر من شهرة كان من عدي وهسا رح ندخل للقاعة اللي منتظر ندخلها هاي القاعة اللي هي قاعة الفخار اللي هي اختصاصي كل ش متشوق أشوف أعمال الخزف وأعمال الطين وشون يتعاملون ويا الطين وشنو الأدوات المستخدمة بالطين كل ش متشوق أنه أدخل لهاي القاعة يلا تعالوا ندخل سويا نظام العمل مالاتنا صيف ما نقدر نشتغل به لعدم المحافظة على ليونة الطينة بالجول الحار فدائماً تكون أعمالنا في موسم الشتاء ونتحضر نتجهز لموسم الصيف للفخر والتسجيد المتلقي يلقي بالسوق أعمال نظيفة وجميلة بألوان مبهرة وبأسعار تكاد أن تكون زهيدة جداً بس هي مو عمل يدوي هي عمل مصنعي والأعمال المصنعية لا تقارن بالأعمال اليدوية للخزف كل شي بهذا المركز هو عمل يدوي ماكو أي مكينة تدخل ضمن هاي الأعمال لهنانا ووصلنا إلى نهاية جولتنا في مركز الأشغال اليدوية في محافظة بابل انتظرونا بجولة أخرى بالأيام القادمة لبرنامج صباحكم حيدر تشلبي يو تي بي شكراً جزيلاً لمراسلنا من بابل أكيد دائماً نكون موجودين بكل الأشياء الموجودة ببقية المحافظات التي تهم الفنوى الثقافة مشاهدين وصلنا إلى ختام صباحكم لهذا اليوم رح نلتقيكم يوم غد على نفس الموعد مشاهدين وصلنا إلى الختام نتركوا مع بقية برامج اليو تي في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة